مشاهدنا الكرام في كل ما كان سعد الله أوقاتكم بكل خير في هذا العدد الجديد والذي سنخصصه للحديث عن مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب الكونغو الديمقراطي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة وبهذه النتيجة رفع المنتخب الوطني المغربي رصيده إلى أربع نقاط في الصف الأول للمجموعة السديسة متفوقا على منتخب الكونغو الذي يملك الآن في رصيده نقطتين وكذلك منتخبات تنزانيا وزامبيا للإشارة في هذه الأثناء يعني المنتخب تنزاني متقدم على منتخب زامبيا بهدف سيمون أمصوفا يعني والمنتخب التنزاني على دو هذه النتيجة إن استمرت أكيد أن المنتخب التنزاني سيحتل للمركز الثاني خلف المنتخب الوطني المغربي في انتظار نهاية المباراة بالعودة إلى مجرية اللقاء ولأحداث المباراة التي ربما تذكرنا بمباراة يعني مباراة الكان الماضي أمام المنتخب المصري حين تقدم المنتخب المغربي مبكرا عن طريق سوفيان بوفيل وتمكن المنتخب المصري من العودة في النتيجة والفوز على المنتخب المغربي أنداك وإقصائه في كان الماضي نفس السيناريو تماما مشابه وإن اختلف الخصم والطروف لكن يعني نفس السيناريو تكرر هذا المساء بسان بيدرو المنتخب الوطني مغربي تمكن من تسجيل هدف مبكر عن طريق حكيمي أشرف حكيمي الجميع ظن أن المنتخب المغربي يعني في طريقه للحسم المباراة بالشكل بين القوسين بطريقة سهلة وبكيفية سهلة لكن العكس تماما هو ما ما حصل المنتخب المغربي تراجع إلى الخلف والظروف القاسي التي تحدثنا عنها يوم أمس ويعني الظروف المناخية خصوصا كانت سببا من أسباب التي آآ جعلت المنتخب المغربي تراجع إلى الخلف ويعاني خلال هذه المباراة عموما المباراة يمكن تقسيمها إلى فترات يعني من آآ بداية من الدقيقة الأولى إلى غاية الدقيقة الثلاثون كان المنتخب المغربي منظم كان دخل المباراة بشكل آآ جيد يعني تحكم في زمام الأمور كانت هناك الأمور كلها إيجابية حتى من ناحية التمرير وعدم فقدان الكرة بشكل يعني سادج وكذلك الانتشار في الملعب كان كل شيء آآ جميل وجيد بالنسبة المنتخب المغربي للعراس الوطنية لكن بداية من الدقيقة الثلاثون آآ يعني آآ كان هناك كانت هناك عشوائية كانت هناك يعني ضيع للكرة خصوصا من زياش وكذلك بوفال وأملح يعني والتفوق المنتخب الكونغوز خصوصا على مستوى خط وسط الميدان باستثناء سوفيان يعني يعني العناصر الأخرى سواء ام اللاح وكذلك او ناحي لم تظهر بالشكل المطلوب خلال هذه المباراة وكانت تفوق لخط وسط ميدان من دخب الكونغو الذي دخل وكما قلنا يوم امس دوصابر دخل بخطة اربعة اتنين ثلاثة واحد بالاعتماد على على الأطراف بكون دا لعب سيسكا موسكو وويسا لعب بريتن فورد وكذلك باكامبو رغم ان اه يعني اه باكامبو وبوكوندا لم يظهر بشكل مطلوب خصوصا في هذه المباراة ولم يقوم بتلك الأطور التي كانت التي كانت اه دوصابر اه يعني اه اه انطى بها هذه العناصر وكان يعني ولذلك تم تغيير هذه العناصر سنتطرق الى هذه النقطة فيما بعد عموما بعد الدقيقة الثلاثون وعندما استقبل المنتخب الكونغولي الهدف دوصابر غير من خطته من اربعة اتنين ثلاثة واحد الى ثلاثة اربعة ثلاثة المنتخب الكونغولي اضاف الزيادة للاعب كوكوتا الى يعني الذي كان يشغل مركز الظاهير اه في البداية في الرباع كان بمثابة الظاهير في اه يعني عند بداية المباراة لكن دفع به الى الامام واصبح فقط يعتمد على ضفع خط مكاوم من ثلاثة لعبين واربعة لعبين في خط وسط الميدان اضافة الى التولاتي بوكوندو وباكانبو وويساب هذا التولاتي الذي اه دائما ما يطلب الكرة خلف ظاهر المدافعين خصوصا جيهات محمد الشيبي تم التركيز على جيهات محمد الشيبي دوصابر يعرف ان نقطة ضعف المنتخب الوطني مغربي هي الجيهة اليسرى اه حيث ان محمد الشيبي واضي طبيعي ما قلناه يوم امس يعني كنا نتوقع ان يدخل اه يحيى عطية الله مكان محمد الشيبي لكن اه وليد رجري فضل الشيبي مكان يحيى عطية الله لذلك المنتخب الكونغولي ركز على هذه المنطقة على الجهة اليسرى اولا لان محمد الشيبي ليس بظاهر ايصر وكذلك سوفيان بوفان ليقوم بمساندة محمد الشيبي في العدوار الدفاعية اه عكس المباراة السابقة حين كان الزلزلي يعني كان يساند اه محمد الشيبي اه من الناحية الدفاعية وحتى المنتخب التنزاني لنكون واقيين لم يكن بتلك الخطورة خصوصا في من الناحية الهجومي عكس المنتخب الكونغولي كما تحدثنا يوم امس ان جودة لعب المنتخب الكونغولي تفوق بكثير جودة لعب المنتخب التنزاني المنتخب الكونغولي سنحت له فرصة يعني اه تعديل من اه ضربة جزاء ولو ان يعني يعني اعطت لقطة ضربة جزاء اكتر من مرة هل القرى اه يعني لمست اه يد امن الله امن الحكم يحتسب يعني اه يعني اه تسب راكلة جزاء من يعني من ذلك التلامس الذي حصل بين امن الله هو اللاعب الكونغولي عموما راكلة ضربة جزاء اه كنت اتمنى ان تكون نقطة تحول في اه المباراة بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي ليعود الى المباراة بعدما كان كما قلنا في البداية في نصف الساعة الاولى كان اه كانت الامور كلها ايجابية للمنتخب الوطني المغربي لكن بعد ذلك يعني تغيرت الامور خصوصا بعد تغيير الخطة من دوصابر يعني اه ولجأ الى اكتيف اه الى زيادة عددية في خط وسط الميدان وكذلك اللعب على يعني الكرات الطويلة خلف ظهر المدافعين الجولة التانية كان هناك انهيار بعض اسماء يعني بعض العناصر الوطنية بدنيا كحكيم زياش اه ملاح كذلك اه اناحي يعني اه خط وسط الميدان منتخب المغربي اه كان المنتخب الكونجولي قد تفوق فيها في معركة خط وسط الميدان ونعرف في علم كرة القدم من يربح معركة خط وسط الميدان اكيد انه تكون له الافضلية في ربح اه يعني المبار والضفر بالنقاط المباراة الثلاث جاء الهدف من يعني نفس العمل التي ذكرناها يوم امس ذكرنا ان المنتخب الكونجولي هو من بين افضل الفرق التي اه تخلق الفرص ويعتمد بالدرجة الاولى على سحب المدافعين الى من خلال خروج لعب من الاطراف بوكوندا وباكانبو لم يقوم بتلك الادوار وذكرتها قبل قليل لذلك الدوصابر عمد الى اقحام اللاعب اه سيلاس وهذا اللاعب الذي اه 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 ميشاك ايلا لعب جونج يونج بويز ومكان بوكوندا وكذلك اه اه فيتسون مايلي مكان باكانبو هذا اللاعب بيراميد وبعد اه اه موفمبا هذا اللاعب الذي سجل الهدف يعني غير الخط الهجومي بالكامل ويحتفظ على نفس النهج يعني رغم انه انه غير نفس اه اه غير الاسماء لكن احتفظ على النفس النهج المتمثل في سحب المدافعين يعني بخروج اللاعب من الاطراف وبعد ذلك اللاعب القرى اه في اه ظهر المدافعين و اه يعني العرضية التي اه في اتجاه اللاعب الذي يأتي من الخلف او من الطرف الاخر وهذا ما كان شاهدناه في يعني في الهدف الاول للمنتخب الكونجو سواء في مباراة زامبيا او في مباراة المنتخب المغربي نفس اللقطة اه يعني انت قررت اه خلال هذه المباراة يعني اه ما توقعناه يوم يوم امس كان يعني شاهدناه اه في هذه المباراة عموما هناك بعض الامور الخاصة بالنسبة للكوتشينج اه لواليدر جرايكي الذي لم يكن ناجحا عكس دوسابرة الذي تفوق في شغط المدربين على وليدر جرايكي بتغييرات يعني كما ذكرنا من فومبا سجل الهدف ايليا اه ميشاك ايليا لعب يونج بويز هو من اعطى التمريره وفيتسو مايلي كان قريب من اه هذا اللاعب يعتبر من بين احسن اللاعبين في القراطي السمراء اه يعني في اللاعبين اللاعبين المحليين نتحدث عن اللاعبين المحليين اه انتقل مؤخرا الى نادي بيراميدس يجاور محمد الشيبي وكان قبق وسيمين مجاورة احد الاندية الوطنية ومشاهدته في الدوري المغربي كان قريب من تشجيل هدف في مرمى ياسين بنو لو لا تصدي ياسين بنو البارع المنتخب المغربي سواء من النحية وهذه المباراة اه كانت عنيفة رغم ان يعني الحكم الكيني اشعر اربعة اربعة ورقات للمنتخب المغربي وورقة بالنسبة للمنتخب الكونغولاكي ولكن يحتسف اربعة وثلاثين خطأ بالتساوي سبعة عشر خطأ بالنسبة للمنتخب المغربي وكذلك للمنتخب الكونغولي كانت هناك تدخلت ودخلنا والمنتخب الكونغولي هو هو من جرى المنتخب المغربي الى هذا الى هذه الصراعات التنائية اه في نصف الساعة الاولى لو علا حظنا لم تكن هناك المنتخب المغربي اه يلعب الكرة اه حديثة يعني تعتمد على النقالات بين اللعابين ولم يلجأ الى الى الصراعات التنائية لكن المنتخب الكونغو الديمقراطي نجح في جرى المنتخب والاق Green financier المنتخب المغربي الى هذه الزاوية زاوية الالتحامات التنائية وكان التفوق بالنسبة للمنتخب الكونغولي وكانت هناك حتى بعض اللاعبين خارجوا عن السياق خصوصا في المنتخب الوطني المغربي ولا على اللقطة التي انتهت بالمباراة بين بعض لعب أولمبيك مارسيليا وليدر جرايكي تلخص كل شيء تلخص سلك العصبية التي كانت خصوصا في الدقيقة الأخيرة بين اللاعبين عموما كما قلت القوتشينك يطرح علامة استيفان بالنسبة لي وليدر جرايكي بعض الأسماء خصوصا يعني الجميع لاحظ أن هناك بعض الارتباك خصوصا في خط دفاع المنتخب الكونغو خصوصا المحورين بيمبا وإنونغا يعني أكثر من مرة صنحت الفرصة لنصيره في الانفراد بالحارس لكن نصيره نعرف قوته في الكرات الهوائية لكن الكرات على مستوى الأرض هؤلاء الكرات البعيدة عن منطقة الجزائي يجد صعوبة في ترويدها وفي التعامل معها صنحت له أكثر من فرصة كنت أتمنى أن يأتي التغيير تغيير يوسف نصيري يعني قبل يعني مبكرا وكنت أفضل تسودالي يعني من بين الثلاثة هو أمهر لاعبي خط الهجوم يعني بالمقارنة مع يوسف نصيري وكذلك أيوب الكعبي لكن في النهاية آآ وليد الرجراجي فضل آآ الكعبي على بكي سودالي ويعني ولو أن التغيير جاء بعض الشيء آآ متأخرا بالنسبة لوليد الرجراجي عموما آآ المهم أن المنتخب المغربي لم ينهزم في هذه المباراة والحضوض في التأهل آآ على رأس المجموعة من أجل الحفاظ عن المكتسبات تحدثنا في حلقة من الحلقات عن المكتسبات آآ يعني يعني آآ تصدر هذه المجموعة البقاء في سان بيدرو البقاء في نفس يعني آآ الإقامة وكذلك آآ نفس الملعب وإضافة إلى الاستفادة من ستة أيام راحة من يوم 24 يناير إلى يوم 30 آآ آآ يناير يعني المنتخبات الأخرى ستستفيد فقط آآ من أربعة أيام راحة وهذا عام مهم بالنسبة لمنتخب المغربي لذلك يجب حسم الأمور أمام منتخب تشيبولو بولو أن رصاصة النحاسية في المباراة الأخيرة إن شاء الله وآآ المعلومة أن المباراة ستجرى في الساعة الثامنة آآ مساء ربما الحرارة أقل ولو أن نسبة الرطوبة تكون مرتفعة إلا أن الحرارة هي من تؤثر بشكل كبير على مردود لعب المنتخب الوطني المغربي هناك بعض المؤخضات على بعض اللاعبين كسليم آمن الله آآ فقد العديد من الكورات كذلك محمد الشيبي ويعني نتحدثنا عليه آآ عن آآ يعني أن محمد الشيبي آآ هو بالأسس ليس بظاهير أيصر كذلك رومان سيز في هذه المباراة ظهر آآ يعني بدنيا غير جاهز يعني بعض يعني التنائيات ذهبت وراحت لآآ رومان سيز وكادت أن تكلف المنتخب المغربي الكثير في هذه المباراة الصعبة والتي كانت قاسية كما توقعناها يوم أمس آآ بالنسبة للمنتخب المغربي عموما هذا ما لدينا في هذه الإطلالة المرئية الخاصة بالمنتخب الوطن المغربي وبهذه المباراة ستكون لنا غدا إن شاء الله حصة خاصة بالأرقام هذه المباراة وتحليل يعني إحصائيات هذه المباراة إن شاء الله دم إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء